في طار إجراءة وزارة الداخلية لتعسيز التدابير الوقائية المعمول بها ضمن الجهود الوطنية للحد من جشار فيروس كورونا تعمل كوادر الإدارة العامة للحراسات على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال قيامها بمهامها في حماية المؤسسات الحكومية والهيئات والمنشآت الحيوية في حماية مؤسسات المملكة الحكومية ومنشآتها الحيوية والمقار الدبلوماسية والعديد من مكتسبات الوطن يقف رجالات وزارة الداخلية من الإدارة العامة للحراسات في مهامهم النبيلة بالحماية الأمنية بكوادر تعمل على تقديم الحراسات الأمنية بأعلى المستويات والدور البارز في تعزيز القدرات الأمنية للموارد البشرية العاملة للشركات الأمنية وبعملها المستمر على مدار العام وخصوصا بالظروف الاستثنائية تعمل كوادر الإدارة العامة للحراسات على صحة وسلامة العاملين والمراجعين للمؤسسات الحكومية من خلال قياس درجات الحرارة كإجراء احترازي عند دخول العاملين والمراجعين للمؤسسات والهيئات بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية التي تقوم بها كوادر الإدارة العامة للحراسات على حراس الأمن التابعين للشركات الأمنية الخاصة نقوم بدورنا بالمرور بالدوريات للتأكد من مدى انتباه الحرس والتأكد من المواقع التي توجد فيها عدد من المراجعين التأكد من تطبيق التوجيهات الصادر من وزارة الصحة وذلك من خلال التأكد من ارتداء الكمامات وارتداء القفزات ومن جانب آخر يتم قياس درجة الحرارة كاحتراز أولي للتأكد من درجة حرارة المراجعين ومن جانب آخر يتم تسيير الدوريات المدنية المختصة بالتفتيش على الأفراد التابعين للشركات الأمنية وذلك للتأكد من مدى إجراءاتهم الأولية ونحث جميع المراجعين والمواطنين في الدوائر الحكومية التغيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وذلك لسلامتكم وسلامة الغير وبالأوقات التي تشارف بها ساعات العمل بالمؤسسات والهيئات على نهايتها وحتى ساعات الليل المتأخرة لا توصد تلك المؤسسات أبوابها وعليها رجال الحراسات الحافظين لأمنها وما عاهد الله عليه تجاه الوطن واستقراره